شهد مستشفى سليمان عميرات في ولاية لمسي لحالة وفاة امرأة اثناء وضعها للحمل ويتعلق الأمر بالشابة تبلغ من العمر 24 سنة كانت بصدد وضع مولودها الثاني وحسب معلومات تحصل عليها تليفزيون النهار فإن المعنية تقتن في بلدية عين الخضرة وكانت ترقد منذ يومين في ذات المستشفى توفيت بسبب ارتفاع ضغط الدم اثناء توليدها بعملية قيصرية لترفض انفصل خيرا على طاولة الولادة منتجة نزيف حاد حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى الزهراوي